مولا أمير المؤمنين يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس التنويهية تكريمية للفكر والدراسات الإسلامية السيد محمد بالوالي من مدينة وجدة يسلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس التنويهية تكريمية للفكر والدراسات الإسلامية للسيد محمد بالوالي من مدينة وجدة محمد ال�ельзяي هنا جمال الدين عبد السلامزوير من ليبيا جائزة محمد ال� אם السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع ترتيل وتفسير يسلمها أمير المؤمنين للسيد جمال الدين عبد السلامزوير فائز بجائزة محمد السادس الدولية في جويد القرآن الكريم مع حفظ خمسة أحزاب سيد أحمد سالم مكوية من تنزانيا ثم يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس الكريمية في فني القطة المغربي سيد فيصل الناصر من مدينة تيفلت جائزة محمد السادس التكريمية في فن الخطة المغربي للسيد فيصل الناصر من مدينة تيفلت ثم يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس التفوق في فني القطة المغربي سيد زكريم سلك من مدينة سلا جائزة محمد السادس التفوق في فن الخطة المغربي للسيد زكريم سلك من مدينة سلا جائزة محمد السادسة وبين يديكم الكريمتين الفيز بجاية محمد السادسة التكريمية في فن الزخرفة المغربية على الورق السيد عبد الفتاح أيت بيركان من مدينة مراكش وجائزة محمد السادسة التكريمية في فن الزخرفة المغربية على الورق للسيد عبد الفتاح أيت بيركان من مدينة مراكش ثم الفائز بجائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق سيد اسماعيل الفرح من مدينة مكناس جائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق سيد اسماعيل الفريح من مدينة مكناس ثم يتقدم بين يديكم الكلمتين الفائز بجائزة محمد السادسة التكريمية في فن الحروفة سيد المعطيح الصاري من مدينة أبي الجعد وجائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية لسيد المعطيح الصاري من أبي الجعد ثم الفائز بجائزة محمد السيد التفهق في فن الحروفية سيد محمد الشرقاوي المدينة فاز جائزة محمد السيد التفهق في فن الحروفية للسيد محمد الشرقاوي من مدينة فاز أولي أمير المؤمنين يتشرف أعضاء لجناة جائزة محمد السيد للفكر والدراسات الإسلامية بالسلام على جلالاتكم وأعضاء لجناة جائزة محمد السيد الفكر والدراسات الإسلامية هم السادة الدكتور محمد يسف الدكتور محمد الكتاني الدكتور إدريس خليفة الدكتور الشاهد البوشيخي الدكتور أحمد شوقي بن بين الدكتور أحمد شحلان الدكتور عبد الحميد العالمي الدكتور ياسين ححود الدكتور خديجة أبو زيد والدكتور فريدة زمرو